موسيقى السيد ساركيس شوفريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة اكوتي جروب أهلا بك سيد ساركيس دعنا نبدأ حديثنا عن أسعار النفط التي تتراجع خصوصا مع تخرج صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة من عقود يونيو لصالح عقود طويلة الأجل إلى أي مدى ستستمر هذه التراجعات؟ أهلا فيكي تكمن المشكلة في تحركات أسعار النفط حاليا في المخزون الذي يكادوا أن يمتلئ فبحسب آخر الإحصائيات من وكالة رويتر شهدنا ارتفاع كبير في تغطية المخزون حتى امتلأت 85% من المخزونات العالمية ومن المعروف أن امتلاء المخزون سوف يتطلب إيجاد أماكن جديدة للتخزين وهذا بالتالي سوف يرفع من التكاليف المطلوبة للتخزين وبالتالي تتوجه العديد من الجهات إلى طلب العقود الأبعد أجلا وذلك مع توقع عودة واستقرار الطلب العالمي على النفط مع انحصار جائحة كورونا المتوقع كذلك مع الفتح الاقتصادي المحتمل أن يبدأ خلال الشهر المقبل لذلك يتوجه المتداولون والعديد من المشترين للنفط لشراء العقود الأبعد أجلا وهذا بالتالي يبقي على الطلب الإجمالي على العقود الآجلة على النفط لا يجب أن ننسى أيضا بأن الطلب العالمي على النفط من المحتمل أن ينخفض بمقدار 30 مليون برميل يوميا سيد ساركيس هل نتوقع أن نرى عقود يونيو في النطاق السالب؟ الآن تكون المشكلة كما أشرت في التخزين فحتى مع انخفاض الطلب العالمي الكبير المحتمل أن يكون 30 مليون برميل يوميا إلا أنها لو استطاعت الدول المشترية أن تخزن كميات النفط المعروضة لاستغلال الخفاض الأسعار لما شهدنا الأسعار السلبية في العقود السابقة الأخيرة لكن حاليا هناك قلق كبير في الأسواق بأن لا يرتفع الطلب عالميا بالشكل الكافي خصوصا من الولايات المتحدة والصين التي تشكلان حوالي 34% من الطلب العالمي على النفط حتى يتم أخذ كامل المعروض في الأسواق المالية وبالتالي تبقى المشكلة في المخزون وكما أشرنا المخزونات لو أردنا زيادتها فهذا سوف يرفع من تكاليف التخزين المتعارف عليها وبالتالي لا أستبعد أن يبقى الضغط الهابط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة أما الأسعار السلبية فمع اقترابنا من تسليم عقود شهر يونيو فلا أستبعد إن بقيت الظروف الاقتصادية وحال الطلب في الأسواق على ما هي علي حاليا فربما بالفعل نشهد اقتراب كبير من مستويات الصفر بل لا أستبعد أبدا في هذه الأيام أن نرى أسعار سلبية مرة أخرى يعني سيناريو مشابه بي سيناريو عقود مايو لننتقل إلى موضوع الذهب يعني اليوم تراجعات وصلت إلى 1 في 100 طبعا مع زيادة شهية المخاطرة هل إعادة فتح الاقتصاد ولو جزئيا حول العالم سيضغط أكثر على أسعار الذهب؟ هناك عدة ظروف مؤثرة في أسعار الذهب كذلك لا يجب أن ننسى أيضا الطلب الاستهلاكي على الذهب الذي انخفض في الأصل من الدول الأكثر استهلاكا خلال سنة 2019 فعلى سبيل المثال للحصر انخفض الطلب الاستهلاكي على الذهب بمقدار 12.9% في الصين ليصل إلى ألف واثنين طن متري وكذلك في الهند انخفض وخلال هذه السنة صدرت آخر البيانات بحسب رويتر أشارت الانخفاض في الطلب على الذهب من الهند بمقدار يزيد عن 50% وهذا ما قد يبقى الضغط الهابط ما بين الحيني والآخر على أسعار الذهب لكن على المدى الأبعاد قليلا فسياسات البنوك المركزية هي المحفز الأساسي لأسعار الذهب فالاتجاهات الصاعدة الإجمالية لم تنتهي فلو نظرنا إلى أسعار الفائدة الفدرالي الأمريكي أقل من 25% في المئة المركز الأوروبي 0% البريطانيا 0.1% وغيرها من البنوك المركزية تتجه أيضا إلى الكثير من خطط التيسير النقدي والكمي وبرامج رائع الأصول مما يبقى على الاتجاهات الصاعدة على الذهب لكن على المدى القصير بالفعل نرى انخفاض في الطلب الاستهلاكي هناك بعض الانخفاض في طلبات الملاذ الآمن بين الحيني والآخر وتفضيل العائد المرتفع على الأقل على المدى القصير نعم شكرا لك سيد ساركيس شوفريان كنت معنا من عمان وأنت محل الأسواق العالمية في مجموعة أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر